أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أغلقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قلوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يا ربي ألا تعلمش بالمعارض رزقه وإليه النشور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كيف نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمان إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غروف أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي سويا على صراط مستقيم كل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون كل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مصر كنتم صادقين لكم أنشاء عز وجود قل قل أفضل وإذا استحروا قل يكون عز وجود ومعز وجود هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم كل هو الرحمن كل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا كل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين كل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء مغين صدق الله العظيم